السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السابع أهلا وسهلا بكم هذا أنا أعلمك 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 عبدالله محجز يتحدث عن أولاً سيشن بإستخدام الإستخدام إستخدام الإستخدام كما ترى نحن الآن بإستخدامنا أنا وكما نحن الآن using technology in order of what in order of what for me to deliver a message and for you to receive this message يون في عنا رسالة أحابب أن أوصلها لكم هي هذا الدرس البسيط how by using technology بإستخدام التكنولوجيا as you see I'm now using what do you know this program thank you very much powerpoint yes powerpoint and now you are watching it using youtube and internet some of you some of you are using now what mobiles and others are using laptops am I right الآن أنا حسجلتلكم إياها عن طريق لابتوب وبواربوينت بعض منكم بتابعوا الآن عن طريق اليوتيوب والإنترنت مستخدما مستخدما الجوال أو مستخدما اللابتوب أو الكمبيوتر so this is technology do you see how technology is important in our life yes of course technology is an integral part of our life okay let's move and see the objectives of our lessons as you know every lesson have some objectives كل درس لازم يكون في عنده أهداف وبالطبيعي لشان نعرف حالنا أنجزنا أو ما أنجزنا يجب أن نراجع في نهاية الدرس هل حققنا هذه الأهداف أو لا أول هدف the first objective you as a student should recognize different examples of technology يعني بعد من خلص هذا الدرس لازم تكون عارف ما هي التكنولوجيا وما أقسام التكنولوجيا وما بعض الأجهزة أو بعض الأدوات التي تعتبر تكنولوجيا understand some of the benefits of technology اليوم عندي فوائد كثيرة جدا للتكنولوجيا يكفي في نهاية هذا الدرس أن أتطلع إلى بعض عناصر التكنولوجيا widen your knowledge about the history of technology ننوسع ما عرفتنا عن تاريخ التكنولوجيا recognize the meaning of the new vocab you know there is a new vocab here and we need to know the meaning of it not just knowing the meaning but also use the new vocabulary in meaningful sentences so نحن في البداية نتعرف على الكلمات الجديدة ونقدر نستخدم الكلمات الجديدة في صياقات صحيحة more and the last one estimate the importance of technology in our daily life لازم نقدر قيمة التكنولوجيا في حياتنا اليومية and I guess this objective this objective we we are now achieving this objective نحن الآن نحقق هذا الهدف ليش ألا تدرك أيها الطالب العزيز وأنت تتابع هذا الفيديو أهمية التكنولوجيا في حياتك by technology we defend corona virus corona pandemic وسط التكنولوجيا نحن نستطيع أن نغلب virus corona am I right I guess I'm right ok now let's move so technology when I say technology what vocaps what terms what devices do you as a student remember hand think pack remind شو المصطلحات اللي بتغطر عبالك لما تسمع كلمة technology يش المصطلحات let's see let's say that T e is for television all of us in our homes have tv which is television yes e stands for e-book yes e-book do you know what is e-book تعرفوا شو هو e-book e-book هو عبارة عن كتاب إلكتروني موجود في اللابتوب على اللابتوب على الجوال على كذا على كل أجهزة التي تستخدم الانترنت من خلال e-book أنت بتفتح الكتاب العادي بتلاقي صورة لكن في e-book بدل ما تلاقي صورة بتلاقي فيديو في كتابك العادي قد تجد كلمة listen لكن في e-book إذا ضغطت على listen فسوف تسمع في كتابك العادي when the teacher say open your book page 7 ok you will open your book page 7 but by using e-book you can just print 7 يعني أنت سيزبو نفتح لكتاب صفحة 7 أنت بال e-book بتضغط على صفحة 7 بتضغط تكتب 7 بفتح لواحده so this is e-book more ok c4 computer itch or ha for hardware so some of you will ask what is hardware بعضكم بقول لي إيش الهاردوار إحنا كلنا بنعرف software software لنا هي البرمجيات كلنا ممكن الموبايل تبعنا يعقل فنحكي لماما أو لبابا أو لحدا أنا بعمل لك software ببساطة software هي البرمجية اللي بتعيد برمجة الجهاز الهاردوار هو الجهاز اللي انت ماسك في يدك الجهاز اللي انت بتعمله برمجة هو الهاردوار سواء كان موبايل سواء كان كمبيوتر سواء كان لابتوب هو اسمه هاردوار سواء كان لابتوب سواء كان لابتوب سواء كان لابتوب ونهيش بنقول عنها؟ نانوميتر هل تعرف ما هو نانوميتر؟ نانوميتر هو أدا لقياس الطول أدا متقدمة جدا لقياس الطول تقيس الأطوال الدقيقة جدا والبسيطة جدا and O stands for OCR what is OCR؟ احيانا بنلاقي صورة معلقة على الجدار مكتوب فيها كلام إرشادات المدرسة لو باستخدام OCR هو برنامج ممكن ينزع اللابتوب أو على الجوال بصور بصور الصورة المكتوبة كتابة هاي مثلا مكتوب السيد مدير المدرسة لما نصورها بتنكتب عندي كتابة بصير مكتوب كتابة كأني كتبتها بإيدي very nice technology very nice isn't it and L4 laptop laptop what about G what about G easy Google all of us use Google all of us know Google am I right and why is for Yahoo I know some of you don't know what is Yahoo most of you don't know what is Yahoo Yahoo يا شباب وتطبيق شبيه بجوغل ولكن الاختلاف إن ياه قديم وجوغل جديد I have a question I have a question what are some of the benefits of technology شوفوا ويد التكنولوجيا لما أنا دي أسألك إحنا لإيش بنستخدم التكنولوجيا thank you thank you the first thing is for scientific research أنا ممكن استخدم التكنولوجيا للبحث العلم زمان كان الواحد فينا محتاج يروح على المكتبة عشان يعملوا بحث صغير مراقتين ويغوص فيها يوم يومين وثلاثة عشان يلاقي كتاب وممكن يلاقي كتاب محجوز عند أستاذ آخر أو عند زميل آخر أو عند طالب آخر لكن اليوم مش مضطرت انتظر تأخذ الكتاب من المكتبة أو تروح تزور المكتبة إنت ممكن تعمل بحث علمي باستخدام الإنترنت أحيانا أنا ببقى بلعب لعبة من سير ربح المليون بتسلى وبزود معلوماتي أحيانا باستخدم التكنولوجيا بدل ما أروح في الشارع ألعب في الشارع باستخدمها إني أنا أعمل as I said have fun بسط what else not facebook not only facebook facebook twitter whatsapp telegram instagram this is called social media هذه is social media why why we why do we use social media thank you for communication for communication now if you have a brother some of us have brothers outside Gaza or outside Palestine بعضنا عنا إخوة أخوات أبناء عمومة خارج غزة خارج فلسطين but imagine that we don't have internet facebook twitter whatsapp telegram imagine that suppose that you don't need to imagine I'll tell you a story مش محتاجة خليك تخمم أنا حقول لك قصة قصيرة قبل حواليا 15-20 سنة كان إذا بدك تبعت رسالة لعمك أو لخالك أو لأبوك في خارج البلاد you need to write it to post it and go to the post send it via post it may take three weeks, four weeks, one month, two months ومكن تخذي لها شهر شهرين لما توصل and more time to deliver or to receive the answer وحتى تخذ وقت كثير عشان تخذ جواب لكن اليوم the word is just like a village a small village why because of such social communication such social media العالم أصبح عبارة عن قرية صغيرة بفضل وسائل التواصل الاجتماعي okay, more some of us love to follow news بعضنا بحب يتابع الأخبار just like me I love to follow news and that's via television just only television what about internet what about social media in everywhere we can follow news this ancient invention am I right? okay now let's see this video let me read it this ancient invention is the shadoof the shadoof is irrigation tool originally developed in ancient Egypt around 2000 pcs and still used today its function is to raise water from lower place to higher place هذا الاختراع الأمامكم يا شباب اسمه الشادوف هو اختراع مصري قديم اله ألفين سنة مخترع طبعاً قبل الميلاد هو مخترع في سنة 2000 قبل الميلاد يعني إذا نتكلم اليوم عن 4000 سنة إنه مخترع لاحظ كيف عملية ادشادوف عبارة عن عصاة طويلة لاحظ العصاة طويلة في أخيرها فيه تدرجات انت مطرح ما بتحط ثقلين ثقل في بدايته وثقل في نهايته طبعاً إذا قدمت الثقل للأمام فإنت إيش بتسوي بتنزل بتنزل الحاوية اللي تملأها مية وما بدك ترفعها بترجع الثقل الآخر للخلف إيجبشان farmers could still water their crops and the essential parts of a shadouk are a sturdy base a long pole or branch the fulcrum a counterweight and the bucket or skin bag to collect water the pole is comprised of two segments the resistance arm is the segment between the object you want to lift and the fulcrum the effort arm is the segment between the force doing the work and the fulcrum the shadouf is a first class lever which means it provides a mechanical advantage based on the effort arm is the segment between the force doing the work and the fulcrum the shadouf is a first class lever وهذا يعني أنها تقدم محاولة 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 هذا يدعنا إلى سؤال هل تعتقد أن التكنولوجيا حديثة؟ لا طبعا لا وبيأت التكنولوجيا الجديدة إنما أجدادنا القدمة استخدموا التكنولوجيا أجدادنا القدمة استخدموا التكنولوجيا والشادوف والشادوف كما تشفت إلو طرفين والطرف إلو تدعجات تأخذ الثقل من أول إلى آخر عشان زي بتعمل زي تنزيل ورفع لإلما Now let's go to Ancient Civilization Example Find out أن نقرأ الكلمات آجة أن تعتقد إلما أنك بذلك المحاولة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة